السلام عليكم ناس الخير خوتي خوتتي أنتم على قناة جليل شنال الحياة بفرنسا تحية الناس الخير فيما كنتوا كاتشاهدونا وفيما كنتوا كتابعونا كذلك كنرحبوا بالناس اللي انضموا جدد للقناة وكذلك الناس الأوفياء اللي انتابعينا دائما من أول القناة كذلك شكرا لكم خوتي خوتتي الفيديو ديال اليوم بتاريخ 27 أبريل 2022 الموافق لـ 26 من شهر رمضان 1443 الفيديو ديال اليوم غادي تضمن مواضع اللي هي مهمة كتهمكم كجالية هنا يا موقيمة بالخارج بالنسبة لهذه المواضع تخص التمدرس ديال أوليدتكم في أحد الفيديوهات التي يعني ماشي ببعيدة يعني واحد دو سمان ولا اين سمان ولذلك لكم فيديو وشرحت لكم فيه بالنسبة لوليدات نتعكم لكي يقرأوا في الابتدائي يعني من السي بي حتى السي أم دو قلت لكم بعض المساعدات اللي كتعطيها بعض لاميري يعني البلديات اللي ميري البلديات ولا الدبارتمان انتعكم لكي تسكنوا فيها وشرحت لكم الموضوع بالتفصيل وغادي نخلي لكم لليان في صندوق الوصف حاليا في هذا الموضوع يعني مسبقا نهدرت على الابتدائي غادي نهدر بالنسبة للإعداء دي وغادي نتكلم بالنسبة للتانوي وغادي نتكلم بالنسبة للجامعة يعني غادي نجاوبكم بالنسبة أشنو هي المنح الدراسي اللي تعطى لكم مساعدات وكذلك غادي نجاوبكم على السؤال ديال الشوماج وكذلك غادي نجاوبكم بالنسبة للسؤال ديال الإبن ديالي ولا الإبنة ديالي وصلت 18 عام وبغادي تخرج من الدار أشنو هي كذلك يعني مساعدة اللي عندها تابعوا معنا الفيديو اللي هو مهم نتمنى أنه هاد الفيديو اللي خدمت عليه أنه يتلاقى يعني تجاوب وأنه يتلاقى كذلك منكم استحسان شجعونا باللايك ديالكم وبالتعليقات ديالكم نبدأ معكم بالنسبة للمنح الدراسي نبدأ معكم بالإعداد ونمشي معكم بالترتيب الدراسي المنح الدراسي هنا بفرنسا بطبيعة الحال وكأي حاجة هنا في فرنسا لكي تعطى مساعدة ولا منحة أي حاجة يراعى أولا الدخل الأسرة وكذلك يراعى المبلغ اللي ديكراريته في الدرائب سنويا وكذلك يراعى عدد أفراد الأسرة يعني هات لا تدير الشروط هم الذين يحققون لكم شرط الاستفادة من لابوغس اللي كتتعطى منها يعني لولدتكم كيف تكون هات لابوغس؟ هات لابوغس تقسم إلى ثلاث مرات في السنة الدراسية يعني أول مرة كيأتيكم في شهر 12 أول مرة في شهر 12 من بعد شهر 3 مارس ومن بعد شهر 6 إذا كانوا هنا معنا في القناة أخوتنا ولاخوتنا أمهات آباء اللي وليدتكم يعني في الإعداد والتانوي ولا الجامعة وعندكم هات التجارب تقدروا كذلك تخليوا التعليقات ديلكم وتخليوا التجارب ديلكم وتكتبوا يعني ما كانت تنشي مشكلة المهم أنه الناس اللي في القناة يستفدوا قلت لكم كتعطى ثلاثة ديال المرات في السنة يختلف القدر ديالها من أسره لأسره بطبيعة الحال على حسب الدخل لأنه هناك كل شيء يعتمد على الدخل اللي بلرتوغل الضرائب اللي ديكلاريتوغل الضرائب بالنسبة لهذه المنحة هاتي بطبيعة الحال يا إما يتم الطالب ديالها يعني تديره أونلين أنا قد نظر بنسبة الإعداد إما تديره أونلين إما كذلك أنك تجيبوا الفورميلار الفورميلار يعني أنه الإبن ديالكم تصيوه أنه يمشي وأنه يقول لهم بغيت الفورميلار إديال لابورس وأنك يتعمرها كاملة وكذلك بطبيعة الحال غادي يكون فيها الريف وغادي كذلك يعني تعطيه معها الريف وتعطيه معها كذلك بالنسبة للورقة ديال الدرائب إديالكم اللي ديكلاريتوغل بالنسبة لهذه المنحة إديال الإعداد بطبيعة الحال ربما غادي يكون هنا لك بعض الآباء أو الأمهات اللي يبغوا أنهم ربما يأخذوا معلومات ولا يبغوا يسول عشي حاجة كان واحد الرقم اللي هو 0899-54-0606 هذا الرقم هذا اللي هو يعني ناسيونال في فرنسا كاملة ولا كذلك أنك تدخلوا لهذا السيك اللي هو assistance-tele-service.education.gov.fr هذا بالنسبة يعني الوليدين اللي كيقدروا يدخلوا سور الانترنت ويكونوا مهتمين ويقدروا يعني يعني عفوا يقرأوا ويبغوا أنهم يبحثوه ويشوفوا باللاتي عليهم وهوا كيف شفتو خليت لكم دكشي مكتوب وتقدروا أنكو تشوفوه هنا غادي نبقى معاكم بالنسبة للإعدادة ومن بعد مشيلكم التانوي بالنسبة للإعدادة بغايت نقول لكم كاينين كذلك الناس اللي كتقرأ بالطبع الحال عن بعد اللي كتسمى أنها كتقرأ في لسنتر ولمسجلة في لسنتر الناسيونال دانسانيما أدستانس واللي كنقول له هنايا C-N-E-D حتى هما كذلك كيستفدون من المنحة ربما كين بعض الأمهات الليولادات اللي وليدات اللي وليدات اللي عادة يقرأوا في التعليم الخاص يعني عادة بداء مع أنني كنت هدرت لكم بنسبة للتعليم بتدائي حتى الوليدات الذين يتقرأوا في التعليم الخاص كذلك سوف يكون لديهم المنحة الدراسة بطبيعة الحال هنا نبدأ معكم بالنسبة المنحة يكون بلزيشلون يعني تكون مثلاً مية وخمسة أورو كتكون مية وخمسة أورو تقدر تصل حتى لربعة و تسعة وخمسة أورو نعطيكم أنا غير واحد المثال مثلاً أنه كانت المنحة التي ستأتيكم مية وخمسة أورو نعطيكم غير المثال هذا ما ستأتيكم مية وخمسة أورو يعني في شهر 12 سأتيكم خمسة أورو في شهر مارس سأتيكم خمسة أورو وفي شهر 6 سأتيكم خمسة أورو هذه هي بالنسبة للتعليم بالنسبة للمنحة الإعدادية لذلك ستطلبوا الفورمولار ومن ثم تقوموا بلزيشلون سيكون في شهر تسعة لديكم من شهر تسعة حتى لشهر عشرة يعني لديكم هذه البريود التي تقدروا أن تقوموا بها الطلب صحيح؟ ذا بغاد يمشي بالنسبة الإعدادية وبالنسبة التانوي يعني الليسي واللي فيه واحد الاختلاف بالنسبة للطلب حيث يكون طلب مقدم على جوج ديال الدفعات اللي بغا يعني يدف الدفعة الأولى والتانية نبدأ معكم هنا بالنسبة للمنحة التعليم التانوي بالنسبة للمنحة التعليم التانوي بطبيعة الحال حتى هي تعتمد على الدخل ديال الأسرة على الدكلاراسيون ديال الدرائب السنوية وكذلك بالنسبة لعدد أفراد متاع الأسرة بيقول عدد أفراد الأسرة حيح يتكينين بعض الوليدين اللي مثلا عندهم جوج ديال الوليدات كيقف التانوي يعني مثلا عندهم الإبن يلا عنده أولى تانوي وعندهم الإبناء اللي رها في الباكالوريا مثلا فهمتوا؟ وكذلك حتى بالنسبة للإعدادة هذه القيمة ديالها تقدر تتراوح ما بين 441 أورو حتى 936 أورو تتراوح ولكن كل أسرة بشحال كتستافت هذا الشيء كي قلت لكم على حساب الدخل ديالكم بالنسبة لطلب منحة الليسي كتكون كذلك على جوج ديال الدفعات يعني جوجة على الطلب كين اللي كيقدموا الطلب من 23 ماي يعني من هاد السنة 2020 حتى الستاجون وكين اللي كيقدم الطلب حتى السبتمبر حتى الـ 20 أكتابر صيح داب هاد المينح اللي كن هدرعليها تخص سنة 2022 2023 حيث فاش يكون الدخل مدراسي في الموات سبتم وطبيعة الحاضرة غدي تكون عاد 2022 لذلك فهاد شهر ماي 23 ماي حتى الستاجون كيكونوا الناس اللي كيدرون يعني الطلب ولكن الناس اللي ما تحتهمش الفرصة باش يدروا الطلب من 23 ماي حتى الستاجون تقدروا انكو تدروا في الدخل المدراسي صيح يعني هاد شي باين من من اللي بخمية السبتمبر حتى الـ 20 أكتابر كذلك خاتكم تعارفوا انهو كيني الناس اللي كيقروا في الأغية ربما كين أمهاتو لآباء اللي ما عشنوا إلى الأغية الأغية وهي أولادكم كيكونوا في أنان تغنى يعني كيباتوا تماما كيأكلوا تماما كينعشوا تماما كيقروا تماما ولكن كيتجيوا يعني كيجيوا عندكم في الويكند يعني يرجعوا للدر ومبعد الاتنين كيرجعوا لمدراسة هاد الاغية ها دي رها كينا في التانوي وكينا حتى في الإعداد يعني حتى هما رهادوا حتى هما كيتسموا عندهم منح دراسية غادي ان شاء الله مستقبلا كذلك ندر لكم بالنسبة لـ بطاقة متاع المواصلات ديال الوليداتكم دابا هاد النهار هادا فيه الإجابة على المنح بالنسبة لهذا المنح اللي قلت لكم ديال الإعدادي وشرحت لكم ديال التانوي وقلت لكم تانوي حتى هي كتكون أونلين ولا تجيبوا الفورميلار بالنسبة لوليدات نتاعكم تقدروا تصفتهم السكرتاريا دازيلة في يجيبوا لكم الفورميلار دابا غادي نمشي معاكم بالنسبة للمنحة انتاع الولادكم فاشي تطلعوا الجامعة وليداتكم فاشي تطلعوا الجامعة كيكونوا محتاجين للمنحة انتاع الجامعة وكيكونوا محتاجين للسكن كذلك ديال الجامعة هاد الشي هادا اللي كان نقوله فيما يسمى الكروز يعني الكروز هي اللي كتكلف بهذا المسائل ديال المنحة للجامعة وديال طلب ديال السكن أول حاجة إذا كانوا وليداتكم غادي يعني باقي نديروا طلب للمنحة وطلب للسكن أولا خاصهم يدخلوا اللي سيت اللي كتسمى étudiants.gov.fr هاد اللي سيت هادا من خلاله يتمو انشاء واحد له دوسيه اللي كتسمى demand dossier social étudiants ولي كتسمى بلو دي اس او demand dossier social étudiants وفي طبيعية الحال غادي يتعمرو وغادي يكون في اليميل ديال ابن ديالكم ومن خلاله الابن ديالكم يتصل لك اليميل وكيبقى يتابع المهم المراحل ينا بغتوا تتابعوا الملف ديال الوليدات ديالكم في الجامعة من بعد ما يتم الانشاء انتا هاد الملف هادا اللي قتلكم اللي هو تقدروا تتابعه عبر www.myserviceetudiants.gov.fr حاجة أخرى بغتكم تعارفوها انه يتم الانشاء هادا الدوسيه هادا منسبة الوليدات اللي هادا السنة انتاع 2022 غادي يكونوا في الجامعة يتنشأ قبل 15 ماي قبل من 15 ماي 2022 يعني من هاد الشهر اللي راه داخل نورمان مو هوا اصلا بداوا من يناير يعني من جون فيه 2022 راه بداوا حتى الـ 2022 اللي بغيت نقول لكم وهو انه الوليدات نتوعكم اللي انهم اخر سنة في ليسيف تانوية ورا غادي يطلعوا الجامعة اظن انهم يعني في خبارهم هادشي وعارفين هادشي حد كيواعيهم وكيقولوا لهم هاات أخر اقول لها للكمباش يكونوا الي داتكم يعني في الجامعة وكيكونوا في واحد للها سيتياسيون اللي هي دو بذرة يعني واحد للها示anie سيتياسيون الليちين عدم يحاصلونة لمو meaningless كيتماء واحدة للدرجانس هاد للدرجانس يقدروا أنهم يمشيوا عند الصورة يعني كتكون عندهم أخصائي اجتماعية مهمة في الجامعة أخصائي اجتماعية مع عالم اخوتي إخوتي وكتكون هادشي كذلك في الإعداد لي وكتكون كذلك في التانوي الأمهات والآباء قلتها لكم كانت تكون في الإعداد وكانت تكون في الجامعة ولذا تكون في الجامعة يطلبون منهم مساعدة مستعجلة هذه المساعدة يطلبها من فان الناسيونال تابع الكروز ويشوفوا القيمة المساعدة التي قدروا يساعدوا بها هذا الطالب أكملت معكم بالنسبة للمينح نمشي معكم بالنسبة للسؤال ويحصل 18 سنة يريد أن يخرج من الدار لأنها المساعدة أولاً سيخرج من الدار سيكون لديه ساكن مستقل إذا كان لديه ساكن مستقل سيطلب الناسيونال سيسجل ويكون لديه نمرة خاصة به بالنسبة للكاف سيكون لديه مساعدة الناسيونال ثانياً سيخرج من الدار لا يشارج الوالد لا يشارج الوالد لا يشارج الوالد ثالثاً سيكون لديه نمرة لديه نمرة بوحدة وعندما يكون آخر السنة سيكون لديه سيكون لديه ما يشارج الوالد سيكون لديه هذا هو الذي كان بالنسبة للولدات لأنهم يخرجوا ويستقلوا كذلك بالنسبة للشوماج نستفيد منه لأن تخذ نصف شهر في عامين يكون لديكم 910 هذا هو فيديو اليوم نتمنى يا ربي يكون هذا المجهود نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا كذلك نقول لكم إن شاء الله مستقبلاً نحاول نرى ماذا نتفاعل مع هذا الفيديو نقدر نهضر لكم على ونهضر لكم بطاقة التنقل أخواتي أخوتي الأمهات التي لديكم أصدقاء وصديقات وطبيعة الحال التي تكونوا لكي تصلوا لداتكم للمدرسة ويكون لديكم النمرة بطاقة التلفزيون في الاغابيرتور تقدروا تبارتجوا الفيديو لنا في الواتساب فيسبوك في أي موقع لكي يستفيد ونحسن أنني نتجاه ونزيد أنني نبحث في موادع شكرا لكم ناس الخير نشوفكم إن شاء الله في الفيديو قادم ومع السلامة